انت شكلك عامل حدود بينك وبين الشخص هيدا. وشكلك بتعاني في الشخص هيدا. ايه احتمال انك انت يعني عامل مجهود في العمل. واحتمال انت بحاسس نفسك انك انت خلص لازم ترفع الحدود وتوقف عطاق. لانه مش شخصة شايفك انك انت عنيد وهون تقطع برد انت بتعاند او بتدفع لبرا يعني ها انت يمكن شايف انه هو اه فرحان ودخل علاقة اخرى من بعض منكم يمكن انت شايف في زواج لهيك انت بتك اه اتزقه عنك لبرا. اه انت شايفه يمكن انت شايفه انا شايفك انك انت شايفه مبسوط لهيك انت ماخر موقف مع نفسك. انت شايفه مبسوط ومرح وفرح وبيحتفل. يمكن بحتفل في العمل بحتفل في علاقة اخرى مع شخص اخر. او انت شايف ان ده صداقات كتير على الانترنت وعنده شغل على الانترنت كتير وعنده معجبين كتير حواليه. اه انا شايفك انك انت مااخد موقف. يعني انت مااخد موقف عنيف. لانه هو شايفك انك انت شخص اه عنيد نوعا الماء. فانت شايفه يمكن انت عندك شوية تلك اه غيز انه هو مبسوط مسلا. وفرحوان. او بيظهر لك هذا الشخص هذا الشيء. انه هو فرحوان ومبسوط وفيه حوالي الناس تتير يمكن انت حسنوه من الغيرة. اهذا الشخص. وقررت انك انت تحط حد بينك وبينها لعيابة مسلا قيمت واطلقنا درس. ترنيه للشخص هذا الان جدا 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 ومشوش جدا جدا. واصلا هو مش عارف من هنا يبلش عمله او شغله. والشخص هذا اشيء عفكرة بيفكر فيك جدا جدا وبرقبك هذا الشخص. كان حس انه هون في حسرة في قلبه. هو برقبك. بحبك جدا جدا. وانت الام اياه تبعته. وهو متلخطت في شخصيتك. شايفك كل يوم شخصية. كل يوم اندي فاعي. كل يوم بتظهر له في شكل تاني. او في عمل تاني. وهو حاسس ان مشاعره فاضة. يعني فائده بالنسبة اه 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 اتجاهك. عفا. وبطل يتواصل معك هذا الشخص. بطل يتواصل معك. فانت يمكن انت اللي ما ياخد الموقف في برج العدراء وانت بتدفع في هذا الشخص عنك. وانت رفعت الحدود والاسوار بينك وبينه. وكيانا قلت له انت بترفع نش صور انا بكمل الصور يعني مسلا تركت هذا الشخص. فانت كملت له يعني اه 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 اتركت انت كمان. يعني انت عدد. وطلعت بره حياتك. او انا حاسك انك انت ماخد موقف لنفسك. اه متصلب الرأي. مش مشاعر. حتى يعني التريف كبس. يمكن انت شايف انه عايش بك وهو متواصل مع الناس. ولافت نظرك شيء على المواقع التواصل او في العمل. اذا انتوا كنتوا مع بعض في العمل. او اه اذا انتوا كنتوا في زواج. انت شايف ادخل طرف اخر في حياتك. رفوا بصوت يا جميع شوية تعبان. اه فانت حس انه اه دخل طرف تات اه بينكم. احتمال ان يكون بحتفل مع الاسرة. انت شايف بحتفل مع الاسرة. في زواج عندهم. في خطوبة عندهم. اه عقد قرون عندهم. اه في شيء عندهم انت شايف انه فرح وانه وبصوتهم. الاسرة حواليه ومتجمع مع الناس او مع اصدقائهم. اي بيطلع بيسر. مسلا انت مراقبة عفت العيدة. بتلق فيه بس مراقبة بنفس الوقت. وحسك ان منطبتك انت زي مش مغيوز. زي معارض. حسك معارض. عندك معارضة. ايك اعمل معارضة. ايك اعمل ان شهو. نحط الكلو تلي النصيحة. تواجهنا اكتر في الكرؤة. ايه هون بيحكولك ملاك الروحة انا معك في وقت الحاجة لمساعدة قلبك على الشفاء مش بقولك انت شوي يعني يمكن انت بتحاول تحمي قلبك يعني كأنك حاسس ان هذا الشخص دخل طرف بناتك فانت بتحاول تحمي نفسك لكنك فيك حاسة انه انت زي مش مجوز ماخد الامور بجد بشراسة ولايكم بحكولكم بساعدوا فيه انه كشف قلبك ملاك الراحة يعني بساعدوا فيه بخلين انت سوكي جمعان سوكي جمعان سوكي جمعان سوكي جمعان اه مت طاقة المنورة للاخرين. يعني بدتك تطلع طاقة منك. لازم تسوي شفاء لقلبك. انت شفلك موجوه في برج العدلوب. او انت بدك شفاء او مبلش في الشفاء. لان انت اه اه كامل قوتك. لكن مش الشفاء الكامل. يعني انت لسه في السبع سلونجوت. اسكول فيدو. انا حاسس انك انت يا برج العدلوب زي انت كهذا الشخص لكن برج الوقت ترافضه. يعني عندك ترافض واقبون. كأنك بدك هذا شخص. لكن بدك ترفع برضو الحدود. زي بدك ايه بدلش ايه. هون بحكولك انه هاد يمكن انه اختبار. فقط قابلت بالفاد شريك رومانسي التي تتبحت عم. كما لكون هذا الشخص جديد. وانت بتراقب فيه. وخايف انك تئذي قلبك لانك يمكن انت لسه مش متشافي من علاقة اه قديمة. هيمكن انت بتحاول انه تاخد لنفسك اه واقفة مع نفسك. انك انت لسه لسه يمكن بتشفي ابك من موضوع اه اخر. او من ماضي اه انت مرأت فيه حسنا انه كان قاسي عليه. وانت بتراقب هذا الشخص ومنعجب فيه. ممكن هذا الشخص جديد. احتمال وهو بحاول انه يلفت انتباهك. يمكن عمواقع التواصل. يمكن احتفل في العمل عندك. يحب لفت انتباهك انه في العمل انك تشوفه. هو الاعم لانه حس نفسه انه حبك فجأة. احتمال انه هدا مش ماضي جديد. شخص جديد فيه حياتك يا برج العدلو. البعض منكو. اذا كانت شخص من الماضي اه فانتو فيه اختبار الحب. اذا فيه انفصال بناتكو او اي اشياء اخر. طيب. الشخص هذا حاليا فيه طاقة الصراحة والوضوح. وحس انه فيه شوية غضب. لانه زي فيه شيء مش قادر يوصل له. كانه بحس نفسه انه بوصل لشيء معين. وفجأة بحس حالة انه برضه ما وستش تلبية. يعني بتسلم وبيجي بحاول انه يوضح نفسه ويظهر. ويعمل شغلات انه يقدر يوخد طرف الخيط. لكن برضه بتفاجأ انه ما اخدش من الخيط ولا اي اشي. بتفاجأ انه اخد اشياء مش مش صحيحة. يعني مثلا بيجي عليك مثلا بيجي مثلا بيحكي لك مثلا انا بدي اربط. وانا مفكر في زواج. وفجأة انت بتقول له كيف تربط يعني انا عندي شي يعني ليش بتحكي لي مثلا. وبفكر انه عمل هاي الخطة ياخد منك شوية كلام. وانت بتحب تقطع معي او بتعطيه شغلة اه يعني ما بتفيده. ما بتخدمه. او بتخدم هاي العلاقة. هو حاليا ايه حس انه فاقد فيه الشيء. لانه هو معجب فيك وكاس الحب متجه اليك. هو حبك هذا الشخص. لكن هو حاسس انه بدي يتسلل كتير طاقته وحساسه انه بدي يتسلل كتير ليقدر يوصل هاي انت بتحبه او معجب فيه. تمام لهذا الشخص اتراس جديد. مش من الماضي. هلا امين شوف ايضا 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 ايضا. عفوا. فالشخص هذا اه عبالة يوضح اشي لكن طريقة اه طاقته انه بدي يوضح ويحكي ويطلع يلفك انتباهك او انتباه الاخرين حوالياه. لكن بطريقة مش هو الشخص شخصيته هو. طريقة تسلسل. اه بترك ملتوية. يعني يدخل من الباب الوار مش من قدام. يعني من الباب اللي بيجي لغرفة تانية لحتى يوصل الصالة والمطبخ واشياء هيك. عمدي يلف ويدور. ويك اعتقدوا ان هيك الاشي بتوضح له. لانه هو جاء لانه او طاقته او تركيزه انه بدي شاء يتوضح له. بدي شاء يتوضح له. لو بدي يلف ويدور. او هو احساس انه هو واضح وانت بتلف ويدور ومش معطيه الصافي. هو حاسس حالا انه بدي الصافي. طاقت انه بدي توضيح. وبدو تترف. وبدو خلاص احكي مشاعر كولاتها. بدون يلف ودوران. هو حس انه في لف ودوران. او هو بدي لف دور عشان وصل لطرف خيط معين. من شيء معين. منك. من عمله. اه هو عمله يمكن هو حرفي فنان. وهو مشهور ع السوشيال ميديا. او هو مثلا شخص ممثل. وبمتعدد الشخصيات. وهو ظاهر ع السوشيال. احتمال هذا الشخص. احتمال هو فنان. وبظهر ع السوشيال. احتمال هو كمان ام. احتمال هو اه ام. هو يعني انا شايفة انه هو في طاقة البيت. واضح. او بعمل اشي واضح. او شغلة عالمي. شغلة عالمي. هيك هو في الطاقة هاي. بس هو حس انه بدي يوصل لشيء معين. في شيء معين ان شخص دي يوصله. طيب. او يمكن هم بدور على غزة. بيجي بلف جدور زي ما حكيت لك عشان يدور على غزة لبناتكم. اه مشاعر من نحيطك البيت الكابس. هو بيت هو بيت. مشاعر بيت. لكن هو شايفك انك انت متجمد. والشخص ده معجب فيك جدا. ويمكن عرض عليك الحب ده الشخص. وشايفك انت متجمد. وما تحركت مشاعرك. فصار بدي يلفك ويدور عشان ياخد توضيح لنفسه. هل انت بتحبه? هل انت معجب فيه? هل انت جاد معاه? او شاف انه بيت يلف ويدور شوية معاه? هيقدر يوصل لمشاعرك. لانه هو عارض عليك الحب لكن هو شافك انك انت متجمد. مش معطيه يعني مش معطيه لحق ولا باطن. وشافك الشاعر انه انت بتطلع عليك طرف عينيك. بتحكي لا بالله يعني عن جد انت بتحكي هيك. طبعلا شو عمل مسلا. يعني ما ياخد الامور شوي بجدية استهزائية. يعني كانت مستهزئ في الموضوع. وهو جدي وانت شوي لان برضو طاقتك انت يعني بتحمي حالك من هذا الشخص. وهم بيحكو لك ان ايش هي قلبك? فانت بتطلع بانه انه انت شخص ناضج. مرأت بعلاقة قبل هالمرة. ومش مستهزئ لان انت مثلا حاس ان الشخص التافه لأ. انت حاس انك انت ناضجت. وهو شافك انه انت ناضج. يعني ويمكن مرأت بعلاقة قبل هالمرة. وخلتك انك ما تقدرش تصدق اللي بيقدم لك كاس الحب. فانت بتكي تشوف مشاعره هل هي صادقة او لا بس بدك تباين لانك انت جامد. لانك معجب فيه انت. وشافك هيك انت جامد. ومتعصب شوي نوعا ما. احتمال انه عفكرة انت تكون اكبر منها سنة. وتكون انت كنت مستقر في زواج او مستقر في علاقة. واحتمال انت بترعى اسرة. وهيكو شافك شوي بدي يلف ويدور لحطي قدر يوصل لك. لانه شافك المتوازن. وشافك انت عارف قيمة نفسك. فكرة يا جماعة هاي الكراءة طلعت لعلاقة جديدة مش من الماضي مش حسسها من الماضي. لانه شافك انك انت شخص عني جدا. ومحقق كل انجازاتك. او انت مستكفي بنفسك. يعني فاهم قدر نفسك. احتمال تكون انت قاعدة مشهور. ومحقق كل نجاحات. نجاحاتك مسلا عن طريق الشهرة. والناس حوليك. لكنه شاف انك انت عندك انجازات. وشافك انه الامية تبعتها. وبحبك الشخص بحبك جدا جدا جدا. ومجاتب لك بطريقة كبيرة. هادا الشخص شايف انه انت زي ملاك الحب. هابدت علي يعني مرة واحدة. مزلت علي. بس شافك شخص عني يد. وشاعر انه انت مستكفي بمال لديك. ومستقر. ومش بحاجة العلاقة. خلينا طب نشوف اه 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 نوايا خطوطه. كمان لديك الشخص بواجه في عمله اه 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 اشخاص يحاولوا اللي بسلل لعمله. احتمال فيه صار القيم في عمله. هو بواجه فيها. هو واقف الحياة بواجه فيها. انا حسنا منذ الفي دور انا تعطي لانه كلها التفكيره وحبه وكله اليك. تعطي متجهه اليك. كمان في عنده شوية اه عوائق في العمل. ومحاول الحيل فيها هذا الشخص. يعني وارد كتير. التوجيه ورقة الانسانية. انت بالفعل تفعل ذلك توقف عن الافراض في التفكير استمر في مواجهة الشم الحقيقة. انت فيه اشي بتفكر فيه بطريقة. انت بدك ثقة. انت فيش عندك ثقة في الحب او في الاشخاص. مطلوب منك الثقة. ورفع الانسانية. رفع الانسانية. في المال انك انت متعصب شوية. شوية الرحمة عندك اختفت من علاقة سابقة. رح اشكل لدي الشخص من الماضي. قبل ابو صلى مش حسن الماضي. لانه شافك الاستقرار. وقدم لك الحب لانه شافك انه انت مستقر. وشخص ناضج. عقلاني جدا. يعني هادي نظرة جديدة. مش نظرة قديمة. مش اكتشف. لا هو حبك لانه شافك ان انت مستقر. وعقلاني. ومش سهل انه ينضحك عليه. يعني كلمة الحب عندك لا تكفي. ولانه شافك عنيد ومستكفي بنفسك. وشافك انك انت راضي عن حياتك وراضي عن نفسك وعن شكلك وعن انجازاتك وعن كل شيء. شافك شخصية قوية جدا. شو هي متصلبة الرأي. وشاف ان هاي الامية بنسبة الى. انت امية بنسبة الى. ان فيه كل الصفات اللي هو بحبها. الاستقرار الثقاف النفس. ايه عملك كله على اكمل ودائما موجود. ايه شخص منظم ومرتب. حسنا. رب خلينا اشوف. ان انا شيف ناية الا 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 ا الماية الشخص هذا بدو يطلعك من التعب وبدو يعمل لك شفاء لانه وبعرف انك انت تعبان. نوايا ان ما يعمل لك شفاء. شفاء اللي يقول انت مغلق على قلبك. وبتحاول تحمي نفسك. وعرف انك انت بتحاول تحمي نفسك وتجمد. انك انت بتحمي نفسك. ناضج. ناضج من الداخل ومن الخارج. لكن المدوجك هاد خليك تنسى المشاعر والحب. فهو بدي يرجع يفتح لك التوقف سورت ويشفيك من اول وجديد. يعطيك حب ومشاعر. ويطلعك من الماين اف واند. لان خطط القادمة انه بدي يطرف الحبه. لانه هو كمان مشاعره او هو قدم لك كاس الحب. ولكن بدي كان. فبعد هو زي ما حكيت لك. واني بعيد اتسلم لحتى يفهم يقدر انه يفهمك. انه هو مش فاهمك. انه انت قدم لك كاس الحب يمكن شفته انت قليل بدي صغير. فهو ده يجي بالنيت. ده يجي بالكبير. من مشاعر كبيرة. وهيجي. يوازن قلبك ومشاعرك. يرجع يفتح لتوقف سورت. لانه هو قدم لك حب فاشي لك متجمد. فهو لف ودار لف ودار عم لفات وهلق بلفه بدور قاعد. عشان يعرفه شمالك كيف يوصل لك كيف يقدر يوصل لك. لانه هو زي حسس بالغضب. انه مش قادر يفهمك. مش قادر يفهمك. هو شافك متسلط. تجمع. مع انه هي مشاعر من ناحيتك هيك. وليش مشاعره هيك? هاد الشخص حاول او بحاول انه يفهمك عشان هو بدي يجي في النايت. هو بدي يعرف شو تعبك. من ايش انت اه بتزق في هاد الشخص. بديكش على تحب. لانه اي عارف انه فيه اشي وراهاي العصاية. وراهاي الدفع. اللي بتدفع اياه وترفع الاسوار. فعارف ان انت مجروح وموجود. وبده انه ايش فيك من كل الجروح. فبده بدل ما ييجي. وحس انه تقدم قليل لك وانت مكانتك عظيمة. فهو بديجي في النايت. في المكان اللي طريقت فيك. هو حس انه قدم شيء صغير مقابل شخصيتك. يمكن انت شخص اه 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 ليك سلطة معينة. شخص مسؤول. شخص اه قائد. اه اه مسؤول عن اه عمل. مسؤول عن اه مشروع. شخص روحاني جدا جدا انت. فهو بديجي يقدم لك الاشي اللي يليق فيك. وبيحاول انه يبحث عن الحقيقة لكن بطريق ملتوية. عشان يقدر يوصل ويتوضح لي شو الاشي اللي بيخليك تدفعه عنه. تدفع هيدا الشخص عنه. هل قرأتكو حلوة يعني. بس هادا الشخص جديد. رح اشوف هل هو من المواجه بس. العلاقة هاي والشخص اده مفتقد للغزل. يعني اطلق اه طاقطة الغزل. اطلقها عشان هادا الشخص يحس انه في نتيجة من اللي بيعمله. وهلأ انت في اختبار في الحب. وايش في جروحك. الملايك اللي حواليك بالطمك انا هي ملايك الرحمة انها هي باتبعتك طمأنينة في قلبك كمان. وبردو ارفع الانسانية عندك والتوجيه. يعني كني هيك شوي رحيم لانك شكلك متجمد. صح طيب واحد لكنك شوي متصل بالرأي. طب هل هاد الشخص من الماضي? او الجديد? نايت وفرود. ممكن كنتو في زواج والشخص هذا اه بتو يسامح لك الجروحك اللي اجملها فيك. احتمال. احتمال انه يكون اه شخص جديد اه يعني راقبت لفترة طويلة وبعدين اجعل اعطبك اه كاس الحب. برضو مش ظهر عندي نوم وماضي ولا بس. بس اذا كنتو في زواج بس اذا كنتو في زواج فاذا اه انتو رح تعرفوا ان هذا الشخص كنتو في معاه في زواج. شخصة بدي عرف عملك. الان كتير بدي عرف كيف يوصل لك. يعني نفس طقطة كمان. نفس طقطة هون. نفس طقطة هون. نفس طقطة هون. نشعر كيف يوصل لك هذا الشخص. ده يوصل لقلبك وشعر. الشخص هذا حاسس ان انت انغادرت قبل هالمرة. طيب هكذا من الماضي اعتقد يمكن انتو كنتو في استقرار في زواج لبعض منكم. لبعض منكم لو العلاقة هاي كانت من الماضي لكن كانت يعني انتو عارف صغير. يعني ما بيمندتش هاي العلاقة. ما كبرت. فلنبعض منكم اخذوها حسب يعني الصدقوا انتو انتو عارفين يعني زهد شخص جديد او من الماضي. طيب خلينا يشوف الابراج. ما شفتش Innovation What is supported? هون البراج البراج عند تقوات.. البراج الحمل الجوزاء والقوس وضعت الحمل وهذه environmentally selective لأنه هذا الكريس القيادي أو فبرياء والعظم. وغير الجوزاء والحمل. بس طاقات نارية هوائية ومائية وهو جايك بمشاعره وهوائية وطرابية. هين برج الحمل برضو. تملكون الشخص هذا برج الحمل. ان شاء الله تكون القراءة عجبتكو. لو سمحت ازا كنت جديد في القناة يشترك فعل الجرس لا يبصى لكم الجديد. لا تنسى اعطون رأيك في القراءة.